فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثم قال لهم وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزٍ لَهِ يعني كونكم تسيحون في الأرض خلال هالأربعة أشهر تذهبون أينما تذهبون هذا شأنكم لماذا؟ لأن الأصلة كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بوريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أو الحصيب أنه قال له إذا حصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شاهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله فإنهم قالوها يعني أجابوك إلى الشهادة دعاهم إلى الإسلام وقبلوه فأمرهم بالهجرة كان كل مسلم في بداية الدعوة إذا دخل في الإسلام يجب عليه أن يمهاجر إلى المدينة ليتقوى المسلمون هناك لأن المدينة كانت بيضة الإسلام حتى يتقوى المسلمون في المدينة فأي إنسان يسلم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة فإن أبوا ذلك يعني أسلموا لكن أبوا الهجرة ما يبني هاجرون يبني يقعدوا بمحلهم بيتهم قريتهم ببلدهم ما يبني هجرة قال فإن أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق إلا أن يقاتلوا في سبيل الله إذا ليس لهم بعد ذلك يطالب يقول لنا حق في الفيء وفي الغنائم وفي الأبد ما لكم حق في الفيء إلا إذا قاتلتم في سبيل الله فإنهم أبوا الإسلام فأعرض عليهم الجزية لأنهم يعيشون في أرض الله تبارك وتعوى ويرفضون الجزية ويرفضون الإسلام قال افرض عليهم الجزية فإنما طاعوا يعني دفعوا الجزية كف عنهم فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتلهم إذن عندنا هذه الأرض التي نعيش عليها هذه الأرض التي نعيش عليها هي أرض الله سبحانه وتعالى وهذه الأرض التي لله سبحانه وتعالى خلق الله الإنس والجن لعباده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وما هد لنا هذه الأرض سبحانه وتعالى وقال عيشوا في الأرض وعبدوني في أناس عاشوا في الأرض وعبدوا الله هؤلاء طبقوا مراد الله سبحانه وتعالى في أناس عاشوا في أرض الله وأبوا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحتى أقرب لكم الصورة لو أن إنسانا ما ولنفرض عبد الله عبد الله عند أرض ثلاثة ألف متر بنى ألف متر سكنا له وأبقى ألفي متر لأولاده غدا يسكنون بجانبه لإخوانه يبسوا حديقة مزرعة المهم هذه أرضه يملكها ثم جاء زيد من الناس لا ما يصير أحمد أحمد ثم جاء أحمد طيب وعنده مثلا نقول بضاعة مثلا وضعها في أرض عبد الله هل له الحق أن يضعها في أرض عبد الله هو بين ثلاثة أمور إما أن يضع هذه البضاعة بإذن من عبد الله يعرفوا يقول لي يا عبد الله أنا عندي بضاعة والأرض هذه فاضية أنا أعرف إنها ملكك لكن أرض فاضية أبحوطها طيب وأجعله بضاعتي في هذه الأرض عندك مشكلة قال أبد الساعة المباركة حياك الله لا بأس ما عندي أي مانع هنا في مشكال لا يوجد إشكال طيب لو قال له عبد الله ماشي بس تدفع لي أجره هذه أرضي ملكي كونك تريد أن تستغلها وتضع فيها بضاعتك وكذا تدفع لي أجره شهرية ألت دينار بالشهر أقل أكثر حسب ما يتفقاني عليه هل يحق لي عبد الله أن يطلب ذلك؟ يحق له نعم يحق له أرضه يحق له الحالة الثالثة إذا إما أن يبقى في الأرض بدون مقابل بإذن عبد الله وإما أن يبقى الأرض بمقابل أيضا بإذن عبد الله وإما أن يبقى في الأرض بدون إذن عبد الله يأتي ويضع بضاعته دون أن يستأذنه فيأتي عبد الله يقول رجال أخرج من أرضي هذه أرضي وأنت لم تستأذن ولا أسمح لك أن تبقى في هذه الأرض قال سمحت ولا ما سمحت زين؟ أنا قاعد واللي ما تطول بدينك واصل برجولك واضح؟ عبد الله هل له الحق أن يطرده؟ أن يستخدم القوة في إخراجه؟ لماذا؟ أرضه أرضه له الحق أن يخرجه بالقوة إن عجز عنه الله وإله ما يقدر شيء خلط ما يقدر عليه أقوى منه عنده عنده سلطة عنده كذا طيب فلا يستطيع ما يقول شيء لكن الحق له هذه الأرض التي نعيش عليه هي أرض من؟ أرض الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَأَذِنَ لَنَا أَنْ نَعِيشَ فِي أَرْضِهِ بِشَرْطِ أَنْ يقول نرثاء الثلاثة يقول لا إله يعبدون الشجر الحجر القمر الشمس المهم ما عبد الله وعيشون في أرضه الله تبارك وتعالى قادر كن فيكون انتهى كل شيء ليس عاجزا سبحانه وتعالى لكن كلف المؤمنين وهم الذين أذن لهم أن يبقوا في أرضه بدون مقابل قال قولوا لهم تجلسون في أرضه تدفعون مقابل وهذا ما يسمى بالجزية هذا ما يسمى بالجزية أن تدفعوا مقابل مقابل بقائكم في هذه الأرض تدفعون جزية لهؤلاء الذين عبدوا الله تبارك وتعالى فإن دفعوا الجزية تركوا في هذه الأرض إذا أبوا قال لا نريد أن نعبدك ولا نريد أن ندفع الجزية هنا نحن كمسلمين بين حالين إما أن نكون أقوى منهم وإنما أن نكون أضعف منهم فإن كنا أقوى منهم لازمنا أن نخرجهم بالقوة أن نخرجهم من هذه الأرض بالقوة فإذا كنا أضعف منهم كما هو الحال اليوم في فلسطين وغيرها بلاد الإسلام فإذا كنا أضعف منهم فإذا كنا أضعف منهم وجب علينا أن نتقوى حتى نستطيع أن نخرجهم فهذا حال الكافرين الذين يعيشون في هذه الأرض اليوم وهذا هو حال المسلمين فالله تبارك وتعالى يقول فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله لأن الله تبارك وتعالى أهلك قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود قوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم من الأمان بلحظات سبحانه وتعالى ريحا صرصرة انتهى كل شيء فأغرقناهم انتهى كل شيء صيحة واحدة انتهى كل شيء فأنزلنا رجزا من السماء انتهى كل شيء بلحظات أقوام أمم انتهت فالله ليس بعاجز سبحانه وتعالى واعلموا أنكم غير معجز الله لكن الله تبارك وتعالى لحكمة سبحانه وتعالى طلب أو أمر المؤمنين أن يقومهم بهذا الدول وإن كان غير عاجز ووعد بنصرهم إنا لننصر رسلنا والذين أعمل ينصرهم سبحانه وتعالى إن تنصر الله ينصركم وعد بالنصر سبحانه وتعالى لكن طلب منا أن نكون نحن المبادرين في هذا الأمر